السؤال بعد كده بيقول لو سمحت يا فضيلة الشيخ في مشكلة حصلت لبنت أخي حيث تمت خطبتها لشاب بمدة سنة وبعد أن تم الكتاب كتب الكتاب يبقى هما كتبوا الكتاب وانتقل عفش العروسة لمنزل العريس خلاص ده رحين بقى عشان تبقى في دخل علمت الفتاة بأن خطبها يعاني من مرض الصرع وعند مواجهة بهذا لم ينكر مبرر من ذلك بأنه خاف من أنه ترفضه والآن هي رفضة رفضة تام هذه الزيجة من فضل حضرتك ما هي حقوقها حال حدوث الطلق أول حاجة أنه هي دلوقتي هي عرفت أنه هو عنده هذا المرض وإيه لا تطيق أنه هي تعيش معها وإيه مش قادرة السؤال إيه لا تستطيع أن تصبر فطلبة الطلاق فإذا طلق على الزوج أول حاجة العفش اللي هي جابيته ده هي اللي شارية بفلوسها هي اللي شارية بفلوسها يعني إيه؟ ملكها عندها فواتيره فالعفش اللي هي اشترته ده بتاعها العفش اللي هي اشترته ده بتاعها ووضح أنه في السؤال وانتقل عفش العروسة لمنزل العريس فالعفش ده بتاعها هتاخده تاني لو حصل طلاق لأنه هو ملكها هي اللي اشترته وهو الفواتير بتاعتها طيب الحياة التانية تبقى إيه هي؟ هتستحق بقى هتستحق إيه بقى؟ هتستحق نصف الصداقة هتستحق نصف الإيه؟ نصف الصداقة اللي هو نصف إيه؟ نصف المه لو كاتب لها لأنه بحصلتش دخلة لو كاتب لها صداق مثلا كذا ألف تاخد نصف الكذا ألف الشابكة كذا جرام تاخد نصف الكذا جرام ده يبقى إيه اللي هحصل؟ هتاخد نصف الشابكة ونصف المؤخر ليه طيب؟ لأنه ما تمش الدخول ليه؟ لأن ده نصف ما فردتم لهن يبقى ده إيه اللي حاصل؟ يبقى تاخد نصف الشابكة ونصف المؤخر يعني نصف الصداق كله لأنه إحنا بقى عندنا الشابكة جزء من الصداق والمؤخر والمقدم كذلك يعني هو في الغالب الناس ما تفعش مقدم أنا ليه ما قلتش مقدم لأنه في الناس ما تفعش مقدم بيبقى فيه مؤخر الصداق ومؤخر الصداق يجب بحاجتين بالموت أو بالدخول وإحنا عندنا دلوقتي ده طلاق بالموت أو بالطلاق وإحنا عندنا حالة طلاقه يبقى بيجب بحاجتين بالموت أو بالطلاق يبقى خلاص إحنا عندنا الطلاق بس ده طلاق قبل الدخول يبقى هي تستحق إيه؟ تستحق نصف الصداق يبقى العفش ده بتاعها لان العفش هي اللي شاريها لانقلت العفش إلى بيتي الزوجية اللي هي اشتريته كما هو واضح من السؤال يبقى العفشها ده هي اللي اشتريته ده بتاعها وتاخد نصف الصداق الصداق اللي هو ايه الشبكة والمؤخر والمقدم لو كان في مقدم يبقى المؤخر والمقدم تاخد نصفه وهو دوة اللي يكون حقها